بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف كيف نكتب ميثود قوائد كتابة الميثود كيفية تصدع الميثود راح شاء الله نتوصلها على أكثر من درسين ما راح يكون درس واحد خلونا نبدأ أول شي بكيفية كتابة الميثود حتى نكتب ميثود فإنا دائما نتكون من جزئين أول شي عندنا الميثود ميثود هيدر ميثود هيدر ثم بعد ذلك عندنا الأقواس طبعا حقة الميثود وجوه الأقواس هذه نسميه الميثود بدي إذا هنا رأس الميثود وهنا جسم الميثود طيب خلونا نشوف الكلام هذا بشكل أكثر تفصيل رأس الميثود دائما يكون يبدأ أول شي بالموديفاير ثم بعد كذا ننتقل ل الـ 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 ثم بعد ذلك اسم الميثود أو الـ الـ ثم بعد ذلك نقوم بـ بعد ذلك الأقواس ويكون فيما بينها الـ باراميترز هنا في الوسط يكون عندنا باراميترز ثم قواس الميثود وهذا هو البدي حق الميثود طبعا البدي حق الميثود يكون فيه ستيتمنتز هنا إذن هنا جوا البدي يكون ستيتمنتز زي مثلا ما شفنا حنا كتبنا كثير من الميثود وأشهرها المين دائما نكتب مين المين هي واحدة من الميثود إذن هذا هو هذه هي الطريقة اللي من خلالها سوينا أو هذه هي القاعدة اللي نمشي عليها لما نجي نكتب ميثود زين في الميثود هيدر بعدين الميثود بدي الميثود هيدر اللي تكون من الموديفاير والترن تايب والايدنتيفاير والبراميترز طيب خلنشوف مثال على الموضوع هذا مثلا نقول عندنا الموديفاير public ممكن يكون الموديفاير public أو private بعد كذا return type مثلا يكون int بعد بعد كذا أو عفوا يكون void المثال يكون void زين void بعد كذا الايدنتيفاير يكون مثلا set id set id ثم بعد كذا بالنسبة للبراميترز هنا مثلا راح يكون عندنا براميتر واحد وهو int d ثم بعد ثم بعد ذلك يكون عندنا البادي حق الميثود وهو مثلا زي ما شفنا في الامبلي id get d هذا هو البادي حق الميثود زي مجموعة من statements هذه عبارة عن assignment statement إذن أول شيء الموديفاير هل الميثود public ولا private غالبا كل الميثود public لكن ممكن تكون private return type هل الميثود ترجع قيمة أو ما ترجع إذا كانت ترجع قيمة ما هو نوعها إذا كانت ما ترجع قيمة نكتب void بمعنى فارغ ما يرجع قيمة اسم الميثود أو الidentifier حق الميثود والidentifier هنا ينطبق عليه قوانين اسم الvariable أو المتغير إذا كانت الميثود setter و getter فإننا نتبع العرف البرمجي بكتابة set و get بعد كذا اسم الاتريبي غير كذا نكتب اسم الميثود اللي حين نبغاه زي ما نبغاه متبعين قواعد تسمية الvariable بعد كذا الأقواس ثم الparameters ممكن يكون عندي parameter واحد أو أكثر طبعا بالنسبة خلونا نشوف بالنسبة الparameters زين فإنه لما نيجي لما يكون عندي أكثر من الparameter فإننا راح لازم أكتب طبعا دائما طريقة كتابة الparameter أولا يكون data type data type ثم الidentifier شبيهة جدا بتعريف الparameter زين data type ثم الidentifier int ثم بعد ذلك اسم الparameter d هنا مضبوط لو كان عندي أكثر من الparameter أحط فاصلة ولازم أكرر مرة ثانية data type ثم identify مرة أخرى زين وهكذا عندي واحد ثالث أحط فاصلة وحط واحد ثالث ما يصح أنك تيل data type هنا لو كان كل الأثنين لهم نفس data type بمعنى الكلام التالي خاطئ لو أنك كتبت لو قل لك واحد قال أنا بكتب int x y parameters هنا أنا أتكلم عن parameters خلونا نكتبها بشكل أوضح حتى أنه يتضح شي هذا قال لك واحد قال أنا عندي method public public void method m وهنا عندي int x y هنا خطأ لازم تكون int x فاصلة int y أرجو أن يكون شي هذا واضح حتى لو كانوا من نفس النوع طبعا لو كانوا من نوع مختلف أكيد راح تكون مثلا نفرض int x double y لو نفرض مثلا y double لازم تنتبه الخطأ هذا من ناحية تسمية parameters parameters هذه إذن انتهينا الآن الجزء الخاص بالparameters الآن نجي للجزء الخاص بالreturn value زي ما قلنا نرجع مرة ثانية نشوف فوق عندنا return type حق الميثود الvalue اللي راح ترجعها الميثود قلنا أنه return type يكون ممكن يكون void أو يكون في type معين إذا كانت الميثود ما ترجع قيمة فإننا راح نستخدم void إذا كانت الميثود ما ترجع قيمة فإننا راح نستخدم void أما إذا كانت الميثود ترجع قيمة فيجب أننا نحدد type اللي راح ترجع لنا الميثود مثلا أقول مثلا public public int m ثم بعد كده إذا كان في parameters أو لا فأنا حددت النوع هنا int إذن عندي هنا إما أنها لا ترجع قيمة لا ترجع قيمة الحالة هذه نستخدم void أو أنها ترجع قيمة هذه الميثود في الحالة هذه نستخدم نوع data type اللي ترجع لنا الميثود زي الشيء المهم جدا 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 هنا أنه إذا كانت الميثود ترجع قيمة زي يجب أنه يكون يجب أن يكون هناك return مبوض يجب أن يكون هناك return statement لازم هنا في مكان ما في الميثود يكون عندنا return وبعد كذا نرجع expression هنا راح حط هكذا expression أو خلوا أكتبها بلون مختلف يكون أفضل حتى لني أبين أنه لازم نرجع هنا expression زي والtype حق ال expression هذا الtype حق expression هذا لازم يكون متطابق مع type هذا لازم يكون متطابق مع type هذا هذا شي مهم جدا مزي 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 ترجع لي 3 هذا expression قيمته 3 مزي 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 المزي والله ترجع لي شو اسمه مزي ترجع لي مثلا x مثلا في هنا int x معرف variable x ترجع المثود x بما انه هذا integer اذا ما عندي مشكلة مزي فاذا هذا variable x ممكن المثود ترجع لي 3 زائد x هذا expression طبعا دائما في فاصل منقوطة هنا دائما في فاصل منقوطة مزي فاذا 3 زائد x هذا عبارة expression إذا تذكرون دروس الexpressions وال x integer و 3 integer فالdatatype حق الexpressions integer إذا هذا الشي صحيح المثود راح ترجع لي integer زين وهكذا يجب أن نترجع لي المثود expression هنا مضبوط بكل ما تنطبق كل الخصائص اللي كانت حق الexpressions زين الexpressions هو حاجة تعطينا value وقيمة واحدة إذن مرة ثانية المثود إذا كانت ما ترجع قيمة نضع void إذا كانت ترجع قيمة return لexpression من نفس النوع وأقصد هنا من نفس النوع راح تسهم هنا data طائبة اللي عندي مزين يجب أن يكون في كلمة return هنا ولازم تكون ترجع لexpression نفس النوع اللي أنت ذكرته هنا مضبوط إذن مرة ثانية بشكل سريع قبل ما ننهي الفيديو هذا هذه عندنا المثود المثود فيها الheader والbody عندي الheader يكون في modifier return type identifier parameters وstatements اللي جوا المثود مثال على شيء هذا المثود اللي عندنا هنا تحت public void set id بعد كذا الparameters وجوا statements مضبوط إذا كانت المثود ما ترجع قيمة إذا كانت مترجع قيمة حطناها void زي المثود السابقة إذا كانت مترجع قيمة فإننا نضع القيمة اللي ترجع ويجب أن نكتب كلمة return وبعد كذا الexpressant وبالمناسبة ممكن المثود يكون عندها parameters ممكن ما يكون عندها parameters ممكن نترجع قيمة int ممكن ما ترجع قيمة فيكون void ممكن تخلط الأشياء هذه الأربع مع بعض زي ما تبغى فحنا شفنا مثلا method calc salary هنا method ترجع قيمة double اللي عندنا هنا زي وهكذا لاحظ مثلا هنا عشان يعني ترجع لاحظ لو شلنا return هذي من هنا زي على طول أعطانا error ويقول لك error هنا لو تروح فوق يقول لك أنه the method must return result of type int إذن يجب أن يكون المثود ترجع قيمة ويجب أن تكون القيمة هذه من نوع int أرجو أن يكون الكلام هذا واضح إن شاء الله في الدرس القادم الآن عرفنا كيف نكتب المثود كيف نحق parameters قواعد الوضع الparameters كيف ترجع المثود قيمة وإذا كان ترجع قيمة لازم يكون في return الدرس القادم سنشوف كيف نستدعي المثود طرق استدعاء المثود كيف نرسل parameters كيف نستدعي المثود ترجع لنا قيمة